ميدانياً أفادت السلطات الصحية في غزة بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم السابع بعد المائتين على قطاع غزة ليسجل أربعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين شهيداً وسبعة وسبعين ألفاً وسبعمائة وأربعة مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي وأضافت السلطات الصحية في بيانها اليومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات سبعة وأربعون شهيداً وإحدى وستون إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من جانبها أعلنت تواقم الإنقاذ والإسعاف أن أكثر من عشرة ألف مفقود ما زالوا تحت أنقاذ مئات البنايات المدمرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة مشيرة إلى أن التواقم المختصطة لم تتمكن من انتشال جثمينهم بعد وصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية في الأثناء استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات على المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع تجمع عشرات الأطفال الفلسطينيين لتسلم وجبات الطعام التي عدها متطوعون في مخيم المواصي المؤقت في غزة والذي أصبح مقر لمئات الآلاف من النازحين من المنطقة الشمالية للقطاع يأتي ذلك بينما تؤكد الأمم المتحدة ومنظمة الإغاثة أن منطقة المواصي التي خصصتها إسرائيل في القطاع كمنطقة آمنة هي محاولة سيئة التخطيط لفرض حل غير فعال على النازحين معربين عن تشككهم في ضمان إسرائيل سلامة النازحين أعلنت الولايات المتحدة أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء رصيف عائم على شاطئ غزة لن تقل عن 320 مليون دولار وتشمل هذه التكلفة عمليات نقل المعدات وأقسام الرصيف من الولايات المتحدة إلى ساحل غزة بالإضافة إلى عمليات البناء وتوصيل المساعدات هذا وأظهرت صور نشرتها القيادة المركزية الأمريكية سفينة تقف على بعد نحو ثمانية كيلومترات من الرصيف حيث يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء قاعدة عمليات المشروع اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين وهو ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة وقال شهود عيان أن قوات إسرائيلية داهمت عددا من المنازل الفلسطينية في مخيم عسكر القديم شرق نبلوس وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين بدورها أفادت مصادر بأن الجيش اقتحم بلدات سيلة الظهر جنوبية جنين وداهم عددا من منازلها واعتقل فلسطيني بالإضافة إلى سلسلة اقتحمات ليلية استهدفت بلدة عنبتة شرقية القرم وبلدات في محافظته بيت لحم والخليل وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مدينة الخليل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر